في قلب المدينة العطيقة بغزة القديمة يطل سوق القيصارية التاريخي على مسجد العمري أحد أقدم الأبنية الأثرية تقول الرواية الشعبية إن سوق بني خلال الحكم الروماني لغزة في عام 63 قبل الميلاد وكان عبارة عن استبل لخيول الجيش قبل أن يصبح فيما بعد سوقا شعبيا وعلى مر الزمان تغيرت أنشطة المكان هذا سوق القيصارية بدايته كانت في الأساس ما كانتش كمان لا سوق قيصارية ولا كان سوق ذهب هذا إن بنى مع المسجد العمري هذا ما كانش مسجد كان في الأساس عبارة عن كنيس للملكة هيلانا وهي اللي بنته وكانت عاملة كمان تحت منه من تحت يعني سرداب بيطلع على البحر على امتدد أربعين مترا يمتد سوق القيصارية أكبر موطن لتجارة الذهب والفضة في قطاع غزة يقتض السوق بمحاله المتلاصقة وعلى الرغم من مساحتها المحدودة لكن لقيمتها مكانة كبيرة الصناعات الفلسطينية والذات الأراضي الفلسطينية كلها سواء قطاع غزة والضفة الغربية تطور ملحوظ بالنسبة للموديلات وطريقة تصنيع الذهب وعرضه بمنافس الأسواق العالمية الشغلة الوحيدة اللي بنواجهها في قطاع غزة الحصار المفروض وعدم اللي هو خروج الدهب أو دخول الدهب منه إلى قطاع غزة أثناء المرور على السوق تستمتع أعين الزائرين بأشكال متنوعة من المشغولات الذهبية كما تصغى الأذان لحكايات لا يكف أصحاب المكان هنا عن سردها من حين لآخر حكايات تدور تفاصيلها حول العصر الذهبي لصناعاتهم وتجاراتهم الموروثة عن الأباء والأجداد فلسان حال الجميع هنا يقول ليت الزمان يعود يوماً فيه ممكن يبيع أشياء خفيفة خاتم دبلة أشياء زيك وحتى الزواج لو بدي يتجواز عنده في غزة فيش جواز لو بدي يتجواز بيش تكسر بين جرام طول فيش عرسان بقى الأول في السابق ما فتوحة طول كلها على غزة تتعامع لها كلها اليوم فيش تتبدل الأحوال عبر الزمان لكن هذا المكان لا يزال محتفظاً بطبيعه المعمري المميز وشاهداً على عراقة البلدة القديمة بحاضراتها المتنوعة ليكون السوق القيصرية وجهة مفضلة لمحب التاريخ والراغبين في تجارة الذهب كريم رقى بإكسترا نيوز كطاع غزة